السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء سبعة أيار مايو القمر اليوم موجود في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية مساء يوم الأربعاء يعني نهاية يوم الأربعاء الساعة 11-19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني اليوم القمر موجود في برج الثور القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11-44 دقيقة من ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر لما بيكون موجود في برج الثور معناته بهاي الفترة نصبح أكثر حذراً ومن ميل لحماية ممتلكاتنا ونادراً ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا مالياً ولا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ننصح ببدء خط التوفير أو شراء أو استئجار عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية رح يكون ذروتها ساعة وحدة وثمان دقائق فجراً بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وستة وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش طبعاً هاي ذروتها وتأثيراتها بتضل تقريباً لساعات المغرب بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية وبرضو بتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وبرضو بتساعدنا على النجاح وبتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن أن نحقق النجاح في العمل والعلاقات بتكون جيدة مع الأباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة راح تكون الساعة ثنتين وأربع دقائق عصراً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بالتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم عنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن كمراجعات أو الإحتياط إن شعرنا بشيء غير اعتيان الراجع الطبيب فما في أي مشكلة ولكن كجراحة ما بنصح بالنسبة لباقي الأعضاء ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر طبعا لآخر يوم والطرق التقليدية للي بدهم يبطئوا عملية الإنبات يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الثور حكينا أن يوم الغد الأربعة في عنا خلوه مسار بيبدأ خلوه المسار الساعة تسعة وأربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 28 يوم الساعة 22 ودقيقة صباحا بصير 29 يوم نسبة الإضاءة صفر طبعا في نهاية اليوم أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيد الآن بنسبة 70% ساعات الصباح سعيد بنسبة 100% القمر في الثور حتى يوم 8-5 سعيد الآن بنسبة 60% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 70% ساعات المساء سعيد بنسبة 30% عطارد في الحمل حتى يوم 15-5 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثور حتى يوم 23-5 سعيد بنسبة 15% المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% ورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة ممتازة جدا على المستوى المالي وبتكون مفاجئة بالنسبة لكم أو ممكن يكون في بعض المفاجئات وبتدخل تحسين برضو على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية بالواجبات وممكن توظيفها باجتماعيا مهنيا عاطفيا وبرضو حاول انك ما تضيع الفرص في بعض المكاسب اللي بتيجي عن طريق عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم حاول انك توظف طاقتك الذهنية إلى وضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كنتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج ممتازة جدا وما بيستطيع أي شخص منافسكم حاول انك تطوي الفترة الماضية أو الصفحة القديمة أو أي شيء قديم بترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية أهم إشي ثقتك بنفسك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لأن القمر موجود في بيت المتاعب فحاولوا انك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم حاولوا انك تعملوا بشكل روتيني بدون ما تبادروا بأشياء مهمة أو قرارات مصيرية لأنه اليوم ممكن يسود الهدوء والملل وتراوح أعمالك مكانها أو تخيب آمالك بسبب وعد حد بيقطعه لا إلك وما بغف فيه أهم شي إنك ما توقع على عقد وما تحسم أمر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بتسعد من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم اليوم نشاط اجتماعي عالي جدا عندكم بإعلاقاتكم معارفكم أصدقائكم أهم شي إنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه أهم شي إنك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر وبتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر اليوم موجود في بيت السمعة فعشان هيك هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا فيه إدخال تعديل على طبيعة عملهم أو بيحاولوا أنهم يعملوا شيء مميز يكافأوا عليه وبتحملك هاي الفترة بعض المفاجآت ممكن تكون إيجابية أو تكون نوع من أنواع الضغوط على عدة أصعدة يعني الأجواء متوترة ممكن يكون فيه نوع من أنواع المواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك بدك تحاذر من العناد والمشاعر السلبية والمجازفات والمغامرات برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا اليوم الاتصالات والسفريات والحب العاطفة الدراسة القضايا التجارة كلها أجواءها إيجابية فممكن اليوم يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا بالسفر أو الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتطمعين خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب في خوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال جديد برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا القمر اليوم موجود في البيت الثامن اللي إلو علاقة بالأموال المشتركة أو أي مال معك شريك فيه بنك ضريبة تأمين واليوم بيفتح لكم مجال أو فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد فما تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد برضو حاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام وانتبه على أموالك برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن القمر موجود مقابلك تماما في برج الثور فعشان هيك بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء العملية أو المالية أو حتى العاطفية يعني ما بين الأزواج ولكن بتكون تحافظوا على هدوءكم وعصابكم ونبرد صوتكم بتكون الضغوط كثيرة فبتكون تحاذروا من تأزيم أي خلافات حاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم أهم شيء أن تنظموا جدوى الغذاءكم تأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر بتلحقك الاتصالات وتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل أو على إنجاز بعض الأعمال أهم شيء أنك ما تشك بنفسك برضو في بعضكم ممكن يكون عنده إنشغالات صحية أو مراجعات طبية برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا بالتقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ومموسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو شيء بيتعلق بالذات يعني تغير مظهرك مثلا قصة شعرك تهتم بالتجميل أهمش أنك ما تبالغ في تجربة حظك المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات واسعى لتلطيف الأجواء تستعيد صفا ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية أيضا اليوم الأجواء مناسبة حتى لتعزيز العلاقة مع الأبناء بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وأيضا بإمكانكم تعزيز الروابط العائلية ممكن تهتموا بمسائل تتعلق بالعائلة أو تصلحات منزلية أو بأمور تتعلق بالعقارات مثل استجار بيت بعقار أو صيانة أو ترميم خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام بيكون في بعض الضغط والمسؤولية فعشان هيه بدك تكون على قدر المسؤولية اليوم ممكن تكون على موعد ارتباط مهم أو مناسبة ما في جوز الفشل وأيضا في بعض المصريف المنزلية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بتشعروا اليوم أن الطاقة عالية جدا وبتنشطوا بالدراسة والسفر القصير والاتصالات واللقاءات والحوارات والنقاشات والامتحانات أيضا هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتمتعوا مقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف حاول أنك تسمع صوتك أبدعوك أيضا لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير اليوم النشاط عالي جدا بعضكم ممكن يهتم بأمور تتعلق بالتكنولوجيا أو بالإلكترونيات أو بالسيارات حتى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء